بالنسبة للأيام القليلة القادمة يوم الجمعة سحب كثيفة ستنتشر على المناطق الغربية وحتى الوسطى مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة هذا على المدن السحلية بالسواحل والمرتفعات الداخلية نشاط رادي بمنطقة الوحات وحتى بصحراء الوسطى درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 30 بشمال الوطن 32 درجة بشمال الصحراء 42 درجة بأقصى الجنوب يوم السبت بحول إلى سحب كثيفة دائما تبقى منتشرة بنسبة للمدن السحلية نشاط رادي على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية بجنوب الجزائري استقرار تام للوضعية الجوية حتى درجات الحرارة القصوى تبقى مستقرة بالشمال وبالجنوب بداية الأسبوع القادم بحول سنة شادثا تساقط لبعض الأمطار دائما ستكون من حين إلى آخر هذا على المناطق الغربية والوسطى نشاط رادي على المرتفعات الداخلية الشرقية هذه الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء لكن الأجواء مشبسة تماما بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي للوطن بصحراء الوسطى أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض ضد المقاييس 24 إلى 28 درجة بالمدن السحلية 30 على المناطق الداخلية 30 بشمال السحراء و40 درجة بأقصى الجزائر